ازايكم عاملين ايه؟ انا رحيب وديت قناتي هنتابع ان شاء الله النهاردة سلسلة تأسيس اللغة العربية كان فيه فيديهات سابقة في القناة ياريت ترجعونها عن الفتح والضم والكسر النهاردة هناخد رابع حركة معينة وهي حركة السكون السكون بتعتبر اصعب حاجة او فيه اولاد كتير بيعتبروا ان هي اصعب حاجة في اللغة العربية واولاد كتير مبتعرفش تقراها بسبب الصعوبة اللي بتدرس فيها النهاردة في الفيديو هقولكو اسهل طريقة للسكون وازاي تفلك يعرف يقرأ السكون بالنسبة له عمرها ما هتكون صعبة ويقرأ اي كلمة فيها سكون تابعيني في الفيديو كميل الفيديو لحد اخر لحظة لان فيه استفادة ديكي والتفلك اول حاجة عندنا السكون حبدأها باغنية صغيرة التفلة لو حفظها حيفهم ايه هي السكون السكون بتقولي انا دايرة مدوارة انا ننة صغيرة انا عمري ماجل وحدي دايما على ما قبلي يا فتحة يا قسرة يا دم ايه دا يعني ايه الاغنية ديت تابعيني وانا هقولك اول حاجة ان السكون لها شكلين شكل اللي هو الدايرة الزغنطوطة ديت والشكل اللي انا بقول عليه كده ايه راس العصفورة ودايما بييجي في القرآن ولازم نعلم الطفل الشكلين ان هو يعرف ده ويعرف ده طيب انا عاوزة اعرف الطفل يعني ايه حرف ساكن ويعني ايه ان انا مثلا ما اقوله استخرج بحرف ساكن او اقوله ده حرف ساكن اقراه السكون ديت حركة زي الفتحة والكسرة والضمة بس هي حركة ايه صغيرة خالص وضعيفة خالص لكن عمرها ما بتيجي الوحدة طيب خلاص احنا كده عارفنا يعني ايه الحرف الساكن الحرف الساكن هو اللي بتيجي عليه السكون وبيبقى صوته ضعيف جدا وصغير جدا طيب يعني ايه انا دايرة مدوارة انا ننة صغيرة ان السكون بتيجي عبارة عن دايرة صغيرة كده بتيجي فوق الحرف انا عمري ماجي الوحدي دايما على ما قبلي يا فتحة يا كسرة يا ضم يعني ايه يعني لازم السكون ييجي قبليها يا فتح يا كسر يا ضم عمرها ابدا ما بتيجي الوحدة في طريقتين اللي انا ادرس بيها السكون ديت في طريقة وديت جات مع اولاد كتير وفي طريقة صراحة انا عن نفسي بحب الطريقة التانية بس للامانة لازم اقول لكم الطريقتين اول طريقة ان انا اصبق الحرف الساكن بايه اصبق الحرف الساكن بالف يعني مثلا الباق هنا ساكنة لازم اخلي ييجي قبليها الف وهنا مثلا حرف الر عليها سكون طيب وبقرأها ازاي اقرأ بقول تعالوا نقرأ الحروف بالطريقة ديت ونشوف اني طريقة اسهل الطريقة دي ولا الطريقة اللي انا حقول لكم عليها وتابعوني فيها اب ات اث اج اح اخ اد اذ ار از اس اش اص اض اط اض اع اغ اف اق اك ال ام ان ا او اي تمام دي الطريقة اللي الكل بيتعلم بيها اما طريقتي طريقة سهلة وبسيطة جدا الاطفال لو عرفوها صدقوني وعن تجربة عمرهم ما بتبقى السكون عندهم مشكلة فيها خلص ايه هي السكون ان انا اقرأ الحرف ساكن ايه ده بس ده غلط انا المفروض اقرأ الحرف بيسبوكو يا فتحة يا قسر يا دم تمام دي في الكلمة لكن انا عاوز اعوده ان الصوت يتعود على صوت السكون يعرف علشان يعرف يدمجه في الكلمة طيب هم انا مش في اللغة الانجليزية بقرأ الحروف الساكنة عندي من غير اي حاجة يعني البي بانطق ب والسي بانطق ك والدي بانطق ده طيب ليه ما اعملش كده في العربي في السكون مش ساعتها السكون هتبقى سهلة على الطفل طيب تعالوا هنا باق ساكنة بايه ب ب وسأقوله انت حرف الباق مش راضي يطلع حرف ساكن يعني ايه حرف ضعيف مش راضي يطلع عاوز احاول ان انا انطقه مش عارف انطقه فبقاولي ب ب ت ت ت هوى بيطلع مني هوى س س ج ج ه ه خ د د ز ز ر ر ز ز س ش س د د ت ت ز ز احنا كده عرفنا ايه؟ عرفنا السوت بتاع السكون وهي معاها الالف وصوت السكون وهي من غير الالف وانا بيفضل الطريقة التانية طب زي ما احنا متعودين ادي كده الطفل بقى شاطر بقى عارف يقرأ السكون كويس قوي طب اخد ايه؟ اخد التمارين على السكون طيب التمارين ايه؟ اول حاجة احنا اخدنا المقاطع الصوتية طبعا احنا بناخد انا بحب اخد الفتح والكسر والدم بعد كده بدي المدود بعد كده بدي السكون طبعا احنا بدي السكون بعد الدم اه بعد الفتح او الكسر او الدم طيب انا عندي اول تمرين ايه؟ اللي هو حل لمقاطع صوتية يعني ايه مقاطع صوتية؟ مقاطع يعني المقطع اللي انا بقرأه على بعض ما ينفعش اقسمه يعني انا هنا زي الكلمة دي بقرأ بقولي اب ص را اب ص را اب ص را انا قرأت البقى لوحدها لا قرأتها ايه؟ مع اللي قبلها يبقى السكون انا دايرة مدوارة انا ننة صغيرة انا عمري ماجي الوحدي دايما على ما قبلي يا فتح يا كسر يا دم ايه دي السكون ينفع اقرأ ا ب ص را لا غلط انا بقرأ ايه؟ بقرأ المقطع ده مع بعض يبقى اب ص را حبلو 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 سق رو سا سق رو كرأت الصاد مع القاف اللي عليها سكون حق لو حق لو حب رو حب رو طيب انا هنا عاوز احلل زي المقاطع الصوتية؟ اول حاجة انا متفقة معاكم ان السكون دعيفة وننة صغيرة عمرها ما بتيجي الوحدة فلازم اكتب الالف ولازم تيجي مع اللي قابليها يبقى اب ص را طيب هنا حكتب الحق زي ما انا متعودة طيب جات الباق عليها سكون هي الباق هي السكون قوية ولا ضعيفة ضعيفة لازم تمسك ايد حد كبير يا تمسك يا ايد الفتحة يا الكسرة يا الضم فبالتالي حكتب ايه الباق مع الحق حب لو طب وهنا سكره حكتب الصوت ما زق في ايد القاف تمام لان القاف عليها سكون ضعيفة حق لو وهكذا وانا هنزلكو حل التمارين دية باذن الله ان شاء الله في فيديو لوحده هنزلكو صورة التمارين دية في ايه في صورة في الكومنت تمام دلوقتي ايه اول تنجيل معايا هعلم طفلي خلاص بدأ ان هو يعرف يقرأ السكون وبالضبط دراسة السكون تقدر ان انا الطفل يخدها معايا لو انا كل يوم بالدهال وكل يوم كل يوم تاكن معايا من اسبوع لاسبوعين ويبقى الطفل هو لسه بيتأسس يعرف يقرأها لو طفل كبير ما تاخدش اكتر من يومين او ثلاثة يكون هو عارفها كويس هنا ايه اول تدريب معايا بيقولي ضع دائرة حول الحرف الساكن ايه هو الحرف الساكن هو ده حرف الساكن اه طب اقولو يقوللي رها اه pirky ايه علي سكون تاني تدريب معايا اليه وضع خط تحت الحرف الساكن ادي مجموعة كلمات واستخرج منها الحرف الساكن طيب هنا اجي اكتبله ادخل المدود معي ازاي ان انا اقوله سلك المثال يعني ايه يعني انا موصلة مثلا ده بدا يبقى اح يبقى اح مارو طيب ده ايه هنا ديت كده ديت مد تمام هنا اب هنا ايه بي طيب اوصلها بالكلمة بتاعتها طيب هنا اقوله خلينا ده الاول بعد كده هقولكو على ده ده عقاط تحت الكلمة المختلفة مجموعة كلمات وفيهم كلمة مختلفة التدريب ده مهمة قوي بيساعد على التركيز والدقة وبينمي الزاقرة البصرية بتاعت الطفل جدا تمام فبيختار الكلمة المختلفة طيب ايه جي هنا اقوله ادمج المقاطع ويكون كلمة ايه ده يعني ايه ادمج ادمج عكس المقاطع ازاي انا ما بيقوله حل المقاطع صوتية يعني كلمة حللها لمقاطع يعني الكلمة مصلحين بعد انا عاوزاهم يخصموا بعد بيسيبوا ايد بعد هنا الحروف المقاطع مخصمين بعد عاوزاهم يصلحوا بعد يعني هنا بقول اشربوا يبقى اشربوا فستانوا يبقى فستان مخلصوا يبقى مخلص يا رب اكون فتوكو في السكون وبعرفت ان انا اوصل لكم السكون بأسهل طريقة تقدروا تعلموا لأطفالكم او الطفل لو بيسمعني يفهمها كويس ياريت تدعموني باللايك والشير والسابسكرايب واللي هي الطلب اخير ياريت تشاركوا الفيديو دوت مع كل صحابكم ناخد السواب كلنا مع بعض منسهل تعليم السكون بالنسبة لكل طفل وشوفكم عنديكم وشوفكم في فيديو جديد